مين اللي بينفذ البرنامج من قبل وزارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي؟ ده صندوق تم إنشاؤه في 1956 بقانون وهو واحدة إدارية تتبع وزارة التضامن الهدف من الصندوق أو الصندوق بيقوموا على إيه؟ بيشتغل على الارتقاء بالمستويات الاقتصادية والمعيشية للأسر المحدودة للدخل اللي في الريف المصري وفي نفس الوقت بيشتغل على تنمية الصناعات الريفية والبيئية والمنزلية إحنا حالياً مع الوزير التضامن بتفعل الصندوق من عادة هيكلته وعادة تشكيل مجلس الإدارة إن إحنا حطينا قواعد ولواحد دي ده حطينا قواعد للإقراض ومن هنا بدأ نبدأ برنامج الدعم العمالة غير منتظمة مش بس البرنامج دعم العمالة غير منتظمة ولكن الصندوق أعمل شركات مع بعض الجهات الدولية من خلال إن هي تشتغل على تمكين الفئات الأولى بالرعية ومنهم مستفدين تكاف كرم ده صندوق أحد الأزرع التمولية للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي ولكن عندنا كمان برامج تانية عندنا برنامج فرصة وده بيشتغل على التمكين الاقتصادي لمستفدين تكاف الكرامة أو الدعم النقدي إن هو بحاول يشتغل عليهم عشان يخرجهم من دايرة الفقر وإنها تبقى أسرة معالة لأنها تبقى أسرة منتجة ومكانة ومستقلة أقتصادية ترجمة نانسي قنقر